ما الذي يجري في الساحات وماذا جرى وما هو المتوقع؟ معروفة عني أنا أتكلم بكل صراحة لا جدال اليوم على نبل وشرعية وقانونية وسمو أهداف ثورة تشرين التي انطلقت 11-2019 ولاحد يومنا هذا ودماء الشهداء الزكية ودماء الجرحة قد حققت منجزات كبيرة خلال هذه الفترة أولها إنها عادة كتاب التاريخ أعادة صياغة وإنتاج الهوية الوطنية قبل ثورة تشرين العراقين يتكلمون عن المصري عن اللبناني كيف يتغزلون ببلدانهم وكأن الوطنية علينا نوع من الرفاهية نقولها على استحياء اليوم نفتخر بعراقيتنا نفتخر بوطنيتنا بدماء الشهداء وبدماء ثورة تشرين ولذلك أقول أهم منجز إنهم عادوا كتاب التاريخ هذا الرقم الأول القضية الثانية تحد العامل الخارجي الإيراني أو الأمريكي الذي كان يستأثر برسم الإطار الاستراتيجي للعملية السياسية اليوم بعد ثورة تشرين دخل الحراك الشعبي وأصبح اللاعب الأساسي خاصة بعد أن استفد وتحالفت معه مرجعية النجف ولذلك تغيرت قواعد اللعبة ما عاد المثلث الأول النجف طهران وواشنطن هي من تحدد الإيطار للعملية السياسية الحراك الشعبي وتحالف مرجعية النجف معها في الذي يتابع أصبح إرادة أقوى من إرادة طهران وواشنطن هذا لا يعني إنه إرادة طهران وواشنطن انتهت وإنما أقول الحراك الشعبي قد قوض من العامل الخارجي إذن نحن أمام ولادة جديدة ولادة جديدة هذا المتغير الأول يسوا المتغير الثاني أزاحوا حكومة السيد عادل عبد المهدي رغم أن العامل الإيراني أو الفاعل السياسي الإيراني وبعض القوى السياسية التي دندرج تحت أنوان الإسلام السياسي كانت تقول لا بديل لحكومة السيد عادل عبد المهدي أزاحوها القضية الثالثة هيئوا إلى انتخابات مبكرة بمفوضية وقانون جديد وهذا أيضا كان من المحرمات لدى أحزاب السلطة واليوم المتغير الآخر أنهم ضربوا اتفاقات فترة المعارضة هاي الحلقة التي لا يدركها الكثيرون عراق ما بعد 2003 كان يترجم اتفاقات فترة المعارضة ويعمل بها ويعمل بها من حل الدولة من اشتثاث البعاث من حل الجيش العراقي إلى الحكومات تتقاسمها الأحزاب إلى الاستغراق في بناء السلطة الاستغراق في بناء السلطة المتظاهرون عندما أجبروا العملية السياسية في أن يأتي مرشحا اسمه محمد توفيق علاوي وضربوا اتفاقات فترة المعارضة هذا المنجز الآخر نتكلم اليوم عن حالة الصدام أقولها بكل صراحة أكبر خطأ يرتكب عندما نفصل بين السيد المقتدى والحركة الشبابية الاحتجاجية ليس في صالح كل الطرفين والاعتداءات التي تمت من قبل بعض فصائل أو الشخصيات في سراع السلام على الشباب المتظاهر في المطعم التركي تسيء إلى السيد المقتدى وإلى التيار الصدري قبل أن تشكل اعتداء على الشباب المتظاهر ولذلك كل أمل بوطنية ورعوية وأبوية السيد المقتدى الصدر الذي أعلم جيدا أنه يمثل مرجعية عراقية عربية ترفض في أن تكون شرقية أو غربية